احضوا ما يتمتع به من اعترافية فائقة ومواضبته على مرافقة الملك في حله وترحاله هذا المنصب الحساس الذي يشغله عبدالعزيز الفهم الذي ينتمي الى قبيلة طير جاء بعد مسيرة ملأ بالدورات العسكرية والامنية التي احترفها بالدراسة عندما التحق بكلية الملك هالد العسكرية ليتبعها بعشرات الدورات في الساعقة والساعقة المتقدمة وامن الشخصيات اضافة الى ما يتمتع به من كاريزما خاصة تعبر عنها تلك الوقفة التي فيها الكثير من الهيبة المطلوبة باصحاب المهمات الخاصة من هذا النوع كل ذلك اهله لان يكون ضابط الارتباط في الحرس الملكي السعودي والمرافق الشخصي للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز وكانت نظرة الملك عبدالله في محلها حين رتاه عبدالعزيز الفهم بالصوت والكلمة والدموع ونظرا لسيرة الرجل وتماهيه في عمله اصبح الحارس الشخصي للملك سلمان يرافقه مثل ظله وكثيرا ما سجلت الكاميرات مواقف للفهم اثبتت كم انه يتمتع بسرعة بديهة عالية اضافة الى يقضته تجاه ابسط التحركات فمنحته الاكاديمية العالمية بداية العام الجاري جائزة افضل حارس شخصي على مستوى العالم وقد حظي الفهم باهتمام اعلامي كبير في عدد من الدول ترجمة نانسي قنقر